النهاردة بقى انا جايلكم بوصفة جاملة جدا وسهلة جدا جدا ان شاء الله هتجربوها وهتدعو لي النهاردة بما اننا ستات بهتوب نحايزين نوفر وما نكلفش وحاجتها تبقى اقتصادية جدا وموفرة فاحنا هنستغنى عن الزيت النظيف وهنعمل وصفتنا النهاردة بالزيت المستعمل زي ما انتوا شايفين معنا كوبة يا صغيرة زيت مستعمل من زيت البطاطس البتنجان الزيت اللي احنا بنستخدمه ومعنا 3 اربع كوباية مسحوق مسحوق الغسيل 3 اربع كوباية صغيرة ومعنا معلقة كبيرة كده خل ايديا مصمر تابعوا الفيديو معاهم ان شاء الله الوصفة بتاعتنا هتعجبكم ومعنا نص كوباية بريل البريل ده بنكهة الكولة يا بنات عندك اي بريل تاني عاد حط عادي مفيش مشكلة وصفتنا النهاردة هكون سهلة وبسطة جدا وان شاء الله هتعجبكم معنا معلقة صغيرة ملح لامون هنعمل ايه بالخلطة دي هقول لكم هنبتدي بقى نقلب الخليط ده كله مع بعضه كده لما يتجانس كويس جدا جدا شايفين شكله ماشاء الله شكله روعة بصراحة يعني وهنستخدمه في ايه هنستخدمه في حاجات كتيرة جدا وان شاء الله هجربه وان شاء الله الوصف بتاعتنا النهاردة هتعجبكم هبكون سهلة ومميزة بجد وجميلة جدا 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 هنقلب الخليط كويس جدا زي ما انتوا شايفين لما يتجانس كله مع بعضه كده بكل سهولة شايفين هنعمل بقى طبعا المطبخ بتاعنا يوميا عايز غسيل ويوميا الدهون موجودة في كل مكان فاحنا بقى بالخلطة الجميلة دي هنتخلص من حاجات كتيرة في المطبخ بتعمل لنا دايما مشاكل الخلطة دي بقى هقول لكم هنعمل بها النهاردة وهتشوفوا بنفسكم احنا هنستخدمها في ايه اهم حاجة قبل ما نستخدم الوصفة بتاعتنا بقى ندمجها كويس جدا نقلبها كويس جدا الخلطة كله شايفين ما شاء الله كله تجانس مع بعضه هنستخدمها في ايه المصمر ده هنستخدمها في غسيل الحود الحود بقى بتاعنا طبعا بتاع الموعين بيبقى مثلا لونه اصفر وساعة بقلب بسواد من غسيل الموعين ومن المي السخنة طبعا بتسوده وبيبقى الشكله زي ما انتوا شايفين كده هنحط من الخلطة الخطيرة بتاعتنا اللي احنا عملناها دي خلطة اقتصادية جدا وحاجات موجودة في البيت هنعمل بقى زي ما انتوا شايفين كده هناخد كمية كده ونحط على الحود بتاعنا وهنخسله مع بعض وهتشوف الفرق بعد الغسيل من قبل الغسيل شايفين شاكله فيه سواد ونحسه كده مطوس كده ومش مضيف وزهقنا غسيل فيه بالمسحوق العادي مش بنضاف هنعمل الخلطة دي وهنخسل حود الموعين وهتشوف الفرق بعد الغسيل من قبل الغسيل شايفين هنبتدي بقى نخسل وندعاكم كده شايفين طبعا حود الغسيل يعني طول النهار شغلنا فيه لأ موعين لأ بنخسل خضرة بنخسل فاكهة كل حاجة طبعا ما بنستغنج عن حود الموعين مثلا سلقن مقارونة ومية سخنة المية السخنة برضه على فكرة بتخلي الحاجة تصفر او تسود وتخلي اللون بتاع الحود يبقى لون باهت كده مش نضيف مش بلمع كده شايفين يا بنات م شاء الله بعد ما نخسله ما شاء الله هتلاقيه بلمع وارجع كأنه جديد خالص شايفين الخلطة دي جميلة جدا جربوها بجد والله أنا بعملها على طول للحود بتاع الموعين وبعملها للرخام وبعملها للبلاط اللي حوالي البتوجاز طبعا البلاط اللي حوالي البتوجاز دايما بيطول البخار بتاع الطبيخ ودايما برضه الزيوت برضه بتتراكم على بعضها وبتبقى صعبة نحنا ننظفها فالخلطة دي ما شاء الله هوريها لكم برضه هتخلينا حيطان المطبخ والرخامة واسراميك بتاع الوراء البتوجاز برضه هتخليها زي الفل هتجربوها ما شاء الله سهلة وبسيطة شايفين برضه هستخدم منها برضه فغسيل الحنفية بتاعة الحود شايفينها هنبتدي بقى نحط منها برضه كده بالسلكة بتاعتنا ونبتدي ندعكها كويس جدا جدا هتلمع وتلعلط كده كابنك لسه مركبها جديدة زي ما انتوا شايفين هنحط من الخليط اللي احنا عملناه هتخلينا الطقم بتاع الحود هتلاقيه بلمع ما شاء الله والكمية اللي بتتبقى ما برمهاش بفضل عينها برضه استخدمها لما تقلص شايفين والبلاط اللي حوالي الحنفية واللي حوالي الرخام ده كله بخسله من الخلط اللي انا بعملها دي بتخليلي الحيطان زي الفل جرباها يا بنات والله سهلة وبسيطة وما قديروا حاجات موجودة في البيت بما اننا بنقول بنوفر وبندبق مثلا ان احنا برضه انا قلتلكو احنا هنحتاج زيت بس ما استخدمتش الزيت اللي نضيف هنستخدمه بقى زيت مستعمل بما اننا استعملناه ومش محتاجينه فاحنا نستفيد منه وعملنا به الوصفة الجاملة دي تخلينا كل حاجة زي الفل خلاص كده خلينا نحوط زي الفل والحنفية هنعمل برضه للرخام طبعا الرخام بتاعنا ببقى فيه رواسب وتراكمات كده بتبقى سودة هنبتدي بقى نحط عليها كده زي ما انتوا شايفين طبعا الحوض او الرخامة دي بالذات اللي المفروض دايما ادنا فيها عشان طبعا كل اكلنا بنعمله عليها فاهم حاجة نعقمها ونخسلها انا ساعت بقى بخسلها بان وبانكو كده بكب بكلور وبخسلها وبعد كده وعد ادعكها دعكة كويسة جدا برضه اهم حاجة نعقمها ونخسلها على طول والله انا عن نفسي بخسلها في اليوم اكتر من 5-6 مرات دايما ايدي فيها لان ده المكان طبعا اللي احنا بنجهز فيه الاكل او بنقطع او بنحط مثلا لطباق او كده فلازم المكان ده بالذات يبقى متحكم ودايما نظيف زي ما انتو شايفين بقى بالسلكة وهنبتدي ندعك الرخامة برضه بتاعتنا بالخلطة الخاطرة بتاعتنا شايفينها هتخللنا برضه الرخام بتاعنا زي الفل شايفين ما شاء الله الرخامة بالبلاط بالحوض ما شاء الله حاجة زي الفل حتيها كده بالخلطة دي جرباها بنات بجد هتبقى معاكو خلطة مميزة وكويسة جدا شايفين هنبتدي بقى ندعك برضه الحوض بما اننا غسلنا الرخامة كده كده وسخناه تاني فهنبتدي برضه ندعكو للمرة التانية برضه مع الرخام يعني احنا في الوصفة بتاعتنا برضه يعني استفدنا منها وفي نفس الوقت برضه ما رماناش الزيت المستعمل استخدمناه برضه عملنا له زي ما بنقول كده اعادة تدوير برضه شغلناه لتاني مرة بدل ما نرميه عملناه وقبل كده برضه احنا عملناه مع بعض عملناه صابون برضه هعمللكو برضه فيديو تاني نعمله برضه الصابون مع بعض فالزيت المستعمل ما ترميهوش خسارة ان انت ترميه انت ممكن تستفدي به بوصفات وحاجات للغسيل للمواعين للحاجات دي برضو ممكن تعملي به صابون بريحة ممكن تعملي به صابون للمواعين ممكن تعملي به خلطة زي اللي احنا عملناها دي للدهون نتخلص من الدهون بها برضو شوية مسحوق وشوية حاجات من البيت يعني وصفة اقتصادية مش مكلفة من البيت وهتعملي مسحوق في البيت وتوفر فلوسك وفي نفس الوقت هتستغلي الزيت المستعمل شايفين ما شاء الله الرخامة بقت زي الفل والحوط بقى زي الفل والحنفية برضو من الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض برضو عندي السراميج برضو بالسلكة برضو وكمية من الخلطة اللي احنا عملناها وهغسله برضو هيبقى معانا زي الفل شايفين الحوط ما شاء الله بقى زي الفل والحلة برضو بتاع الحض رجعت تلمع كأنك مركبات جديدة والحنفيات برضو شايفين ان شاء الله سهلة وبسطة جدا هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم وزي ما انتو شايفين الصرامك برضو بتاعنا دعكته برضو بالسلكة وبشوية مسحو بقى زي الفل معنا ازاي شايفين يا رب الوصفة بتاعتنا نهاردة تعجبكم حبيبي واخوات الغاليين ما تنسونوش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة